ويا مسا الخيرات مرحبا صبايا كيف كون شو الاخبار طنوني عنكن شالله يا ربو انت عبتشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحة وعافية اشتعت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد خلونا نذكر الله ونصلي عن نبي ونبلش بفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وفيديو اليوم بإذن الله حبيت شارككم حوست اليومية للصالون وبعدين رح نشرب قهوتنا على نظافة واخر الشي رح حضر معاكن الغدان واليوم غدانة هاي خفيف وسريع شي بدو حواضر وش بدو فول فسويت لهم الاكلتين وتغديناهم يلا حطولي لايك وخلونا نبلش الفيديو مع بعض ونبلشين الفيديو فورا عالشغل وعالحوست هاد لازم نسمي الفيديو هيك روتين حماسي روتين تحفيزي روتين نشاط شان هيك كل ياتنا نتنشط وقت اللي نشوفه ونقوم نشتغل شغلنا بس للأسف يعني الفيديو صاير ينزل بوقت متأخر حسيت انه اغلب الناس بهذا الوقت اللي عبتشوف الفيديو فصرت نزل الفيديو تقريبا عالمغرب هلا هون بلشت فورا بترتيب الصانون هلا صراحة هاي الحوثة انا بحوثة كل يوم للصالون ومتل ما شفتم هو ما فيه يعني انه مثلا عجقة او شي مجرد كركبة لاني صارت معظم عادتنا قدام التدفئة احيانا مثلا يتمددوا على الكنباية او يتفرجوا على التلفزيون هون اذا ما حبوش عم نتفرج بهذاك الصالون فبس هيك يعني وقال له كل اعدتنا صارت هونيكة مثل ما قلت لكم فهي الحوثة هي الحوثة اليومية وقال له حوثة يوم السابت بتختلف عن حوثة يوم اثنين يوم السابت بنزل الفرشات تبعات الكنباية كلها وبشفت الكنب كلها وبرجع بعمله هاي الحوثة وهلا احاست اليوم مجرد هيك تنفيض للغبرة الترتيب اذا فيه بقى دائما انا بنضف بهذا البخاخ اللي بجيبوه هو للكنب وهو لتنضيف الفرش تبع السيارة ما بعري بحسه كتير كويس وسريع يعني مثلا اذا فيه بقى اذا فيه شي ببخ عليها وبعد دايقة انه هي البخاخ فيه نفسه فرشي بفرشي فيها وبعدين بعمله مسحة بمنشفة رطبة وعن جد بتنضف الكنباية وبتصير ما احلاها هلا هاد هيك للمسحة السريعة بس اذا كانوا مثلا وجوه الكنبايات وسخين ارفقون وبوصلون اذا كانوا مثلا كمان الايدين وسخين بحط دواغة تيل مع شوية كلوريكس كمان وبفرشيون وبنشفون عن جد بيطلعوا مثل الفلة وهلا هون بعد ما خلص التنفيذ وتكنيس الكنبايات فقا بدي رجع المخدات وامسح الغبرة وكنس وامسح ارض الصالون هيك بكون خلصت حواستي اليومية للصالون هلا اليوم حبيت شارككم ان هذا الروتين بما انه في حدا يساعدني بالتصوير ما بياخد معاي وقت كتير فخلصنا المطبخ خلصنا غرف النوم بعدين جينا سوينا هون قلنا بعدين منكنس كل البيت وبنمسح ومسحة واحدة وهيك منخلص كل الحوثة مع بعض هلا على بين ما خلص حوثتنا بالصالون بدي اتشكركم من جوات قلبي على تعليقاتكم الحلوة على فيديو مبارحة ربي هيك يخليلي اياكن وما يحرمني منكن ومن كلامكم الحلوة يارب اللهك يارب يتقبل منكن الدعوات ويشفي البابا ويشفي جميع مرضى المسلمين هلا من ضمن التعليقات اللي اجتني مبارحة في تعليق من صبية عن جد هيكلفة نظري اول الشي بدي اتشكرها من جوات قلبي وقولها عن جد زميلي هدا من ذويك الحلو الصبية بتعلق لي بتقلي ما شاء الله كل طبخة بتطبخية يعني كتير مرتبة وبتطلع معاك بشكل كتير حلو وبتطبخية عالاصول وما بتحطي اضافات تانية يعني الطبخة متل ما انا متعودين عليها بتعمليها فليش ما بتفتحي قناة تانية وبتساوية بس للطبخ يعني بتخلي هاي القناة للروتين مثلا متل ما عبطوري هلا يعني ما تغيري شي فيها بس تسماء تشيل الصبخة من هاي القناة وتحطيها بخناة تانية وما تحكي شي غير عن الطبخة فمتل ما قلتلكم عن جد يعني كتير هيك حبيت التعليق وانه عن جد لو ما هي حبة الطبخة وما حبة طريقتي بالطبخ ما كان علقت لي هذا التعليق قلتلي بشوف هدول التعليقات هيك بفرح من جوات قلبي انه الحمدلله رب العالمين محتواي عبينان اعجابكن وبالنسبة لتعليق الصبية عن جد يعني انا انه شكرت كتير كتير على هالتعليق وعلى هالكلام الحلو بس صراحة كتير صعب يعني انا هاي القناة مع الفيديوهات مع المنتاج مع شغل البيت مع العيلة وعن جد انه يا دوب انه ملحقه والله العظيم احيانا كتير بنضغط لحتى خلص الفيديوهات وكمان انه القناة ببدايتها بده تعب بده شغل فانا عب بتعب على هاي القناة لعله وعسى يعني انه تكبر شوي يصير عنا تفاعل اكتر من هيك على القناة بس صراحة انه افتح قناة تاني وانه صير حط عليها الطبخات فعن جد يعني هاي مسؤولية كتير كبيرة ويعني ما خرجين صراحة انه كتير صعب فحسيت الاقتراح ما بناسبني ابدا ابدا يعني لسلكون انه انا هلا هيك حطة جهدي كله بهاي القناة وان شاء الله بلكي مع الايام بجوز يعني انه ساوي هي القناة بس حاليا ما انا مفكرة بالموضوع ابدا ابدا ومشاء الله قنوات الطبخ يعني ما عبي اليوتيوب يعني ما شاء الله كل انشفات وكل انشاطرين فانا خليني بهذا المجال متل ما قتلكون لسا بني مبتدئة بقناتي وهلا هون خلصت ترتيب الصالون وكنستو واخر الشي متل ما شفتو عب امسحو شفتو ليش بقلكون اني ما بفتح الباب لحتى خلص شغل شايفين القطاط شلون شلون الولاد الصغار هيك وقت لي بيلحقوكم من مكان لمكان وهي هيك بيصير بالقطاط هاي لقيت اليوم الجو حلو قلت خليني افتح هو بيتهوى البيت انه على بين ما خلص شغلاتي بس ما شاء الله قطة رايحة وقطة جاية الله وكلكون اذا بدي امسح الطاولة بتلاقون هيك طلعوا وقعدوا فوق الطاولة طبعا احلى مرحلة بعد التنظيف والترتيب والتكنيس والمسح هي تعطير الصالون او غرف النوم بعد ما ترتبون هيك تمسحوا الغبرة وتجوا تعطرون عن جد بتحسوا براحة نفسية سبحان الله والله ما في احلى من نظافة ومن الترتيب طبعا بعد ما خلصنا هلا ترتيب وتنظيف والبيت صار كلا ياتوا مثل الفلة اش بدهم؟ صار بقوا بدهم فنجان قهوة على نظافة وعلى رواء هلا كل ما بصور هون الصالون بتسألوني اشلون بتهتمي بزريعة تبعيتك والله الزريعة تبعيتي من وقت اللي جبت له هلا ما بحط له شي غير المياني دائما بسقيا كنت تقريبا بالصيف كل يومين كل ثلاثة كل ما لقيت هيكل التراب نشفان اسقيا بس هلا عبتطول تقريبا عشر تيام والله احيانا اكتر لحتى تنشف لحتى ارجع اسقيا بس بحاول اني رشة بالماء تقريبا كل يوم او كل يومين بيقولوا هدول الزريعات يعني بيحبون من الورقة تبعيتهم تبقى رطبة هلا صراحة القطط كتير عب يكسروا لي فيهم يعني بتلاقوا اذا ورقة هيك نازلة فورا بيجوا بينطوا عليها وبيكسروا لي اياها حسيتهم قبل فترة كانوا اكوس من هيك بس هلا يمكن مع البرد وهيك انت مقتلكون القطط انه صار يفوتوا كتير ع الصالون فلقيت كتير منه ورقة مكسر يعني تقريبا كل يوم او كل يومين بتلاقوني يكبشي الورقتين وثلاثة مكسرين فيا بس انه بحط لاشي والله ما بحط لاشي غير الماء هلا بالنسبة للي سألوني عن السفرجل ما بعرف عن جد اجدني كتير اسئلة انه شو هده السفرجل واول مرة بنسمع فيه وشو بيشبه طعمته هلا هو على فكرة موخوض رواد هو نوع من انواع الفواكه طعمته بتحس هو بين التفاح وبين الايجاص بس هو يعني بيكون كتير ناشف يعني لما تجوا بتاكلوا اللقمة قبل الطبخة عب بحكي يعني بتكون كتير قاسية شان هيك نحن بنطبخة ويلي مستغربين انه شلون هده النوع يعني هن الصبايا في منهم علقولي انه من شكله ما باين خضرة باين فواكه شلون بتطبخوا والله ما بعرف شلون بنطبخوا وشلون اجت على بالون هيك يطبخوا السفرجلية ما بعرف هيبقوا بتكون تسألوا الحلبية من وين اجع على بالون يطبخوا السفرجل بقى ما تشوفوني وانا عب بعملكوا اللحمة بكراز هدا كلوقت عن جد رح تستغربوه بس على فكرة كمان اجاني كتير تعليقات انه كأنه بالمغرب العربي بيطبخوا لن السفرجل بعملو مع الطواجين هلا هو اكلكم طعمته بين الحلو والحاموض يعني والطبخة متل ما شفتوا نحنا منحط لها ملح وحمض ومنحط لها يعني توم ونعناع ومنحط لها سكر فلما بتغلي هيك وبتتعقد وتتسبك مع بعضها عن جد الى نكهة مميزة يلي سألوني شلون بتطلع بالاخير الطبخة انه فيها سكر وفيها ملح وفيها حمض متل ما اكلكم عن جد نكهة كتير طيبة وكتير مميزة وعلى فكرة ما بتشبه المحشي يعني مرقة المحشي في كتير صبايا قالوا لي انه حطيتي توم ونعناع وملح وحمض صارت متل مرقة المحشي لا ابدا ما بتشبه طعمة المحشي عن جد هي اكلكم اكلي كتير طيبة سبحان الله كمان الاكل ازواء هلا قلت لكم نحنا متعودين عليها في ناس يعني غير الحلبية انه جربوها حبوها وكتير في ناس لا ما انه هيك الطعمة كانت شوي غريبة عليهم فما حبوها يعني مثل ما اكلكم مثل اللحمة بكرز انه النكهة بين الحلو والحمض لا هلا اللحمة بكرز يعني ملح وحمض ما فيه سكر لان الكرز اللي بنستعمله بيكون انه حامض ما فيه حلو وبالاخير بترجع الشغلة كلا ياته ازواء اللي بحبه انا ما بحبه غيري واللي بحبه غيري ما بحب انا نكهته والحمد لله رب العالمين على هنعم الله يا رب يدومها علينا ويحفظها من الزوان شربتوا قهوتكن ولا لسه هلا بما انه اجازة صار في حدا يشاركني القهوات بعد ما خلصنا ترتيب الصالون وصار هيك مثل الفلم صار بقى بدها فنجان قهواتنا عادنا شربنا قهوتنا وغير هيك اليوم الطبخة كتير سهلة او بالاحرى ما في طبخة اليوم عندي الاراق مختلفة ناس بدهم حواضر من البيت وناس بدهم فول وخاصة بعد اكلة الكبه السفرجاليين سبحان الله الواحد اذا اكل اكل اكلة مثلا تقيلة او دسمة على يومين خلص بحب بعدين يأكل اكلة خفيفة هلا انا كان جاي على بالي اعمل مساءات الخضار ما بعرف كتير بحب بعد ما اعمل محاشي بيكون مثل انا زايد عندي كم كوسة كم باتنجاناية مع بطاطا بنادورا بتطلع قطية بطبخة وبتحسوها هاي كم ساقات الخضار بتكون خفيفة عن معدي وقال لهم انه بعض هاي الاكلة دسمة بس طبعا ما عندي الكلة بحبوا هاي الاكلة فلا قالوا لي انه عملينا هلأ حواضر واللي بده فول عملي له فول وبعدين منفكر انه اش بدنا نطبخ لتاني نهار فمتل ما شفتوا بلشت بيتحضير الفطور الفطور مثل ما لكم شايفين زيتون وجبنة ولبنة عفوا مول الفطور العشم على فكرة انا قبل مرة نزلت انه بساوي الحواضر عشاب فكتير صبايا على اللقولي انه عادي والله كتير كمان احيانا منكون محتارين بالطبخة فبنعمل حواضر والله متل ما بيقولوا كل شي مع الصحة طيب الله يا رب يدوم علينا هالنعم ويحفظ هالنزوان هلأ بما انه عم بحكي عن الحواضر او النواشف بدي احكي لكم عن المكدوس هلأ بتتذكروا انا وقت لي صاويت المكدوس قلت لكم بحشي مثلا كمية والباقي بحطوه بالفريزة لما بدي احشي بطالعو مثلا بفتحو هيك على جواط او على صينيو بحطوه بالتلاجة ينشف يوم يومين وبعدين بحشي وخلص يعني بعد اسبوع عشر تيام حسب الجو بيكون جاهز فكتير صبايا علاقولي انه شلون المكدوس بتحطيه بالفريزة وشلون بترجعي بتطالب تحشي عادي والله متل ما اكل لكم يعني ما بتفرقش قالولي انه شلون ما بينهر معاك المكدوس مجرد دخل على الفريزة وطلع انه بيهلط المكدوس والله هاي شوفت عينكم وان شاء الله بدي احشي انا كل ما بعمل حواضر بقول بدي احشي المكدوس هلأ صراحة طلعتهم بالفريزة وتركتهم هيك يفك التلج عنه وان شاء الله هيك بلكي بكرة بعد بكرة ببصور لكم اشلون بدي احشي المكدوس وان شاء الله بالايام الجاي بفرجي لكم انه ما بتفرق هلأ ممكن اذا نحشا ونحط له مثلا الزيت ونحط بالفريزة هيك بيهلط ما بعرف يعني انا ما جربت بس متل ما قلت لكم لما بجرب هاي الطريقة بالعكس هيك المكدوس كل ما عملته بتحسوا المكدوس بيبقى تازة كأنه هلأ مساوينه هلأ هون خلصنا من المكدوس وبيدي يساوي الفول فول بطحينة متل ما شفتوا هرست التوم وحطيت ليمون وبعدين حطيت اللبن خفقته كتير منيح وحطيت لطحينة هلأ بكون غسل الفول وبحطه فوقه وبحطه على الغاز مجرد انه يدفم نحن ما بدنا اللبن والطحينة هيغلوم شان ما تفرط معانا لطحينة هيك بتعملوا كلب لبن بيشهي القلب ولا فرط معاكم ولا شين هلأ في كمان طريقة تانية هي انكن تغلوا الفول بماء وتجهزوا التوم والحمض واللبن والطحينة وتكتوا فوق الفول بس أحيانا بتحسوا انه لما بتتحسوا انه لما تجهزوا بتكتوا الفول ومرقته فوق اللطحينة وبتفرط معاكم فأنا متبع هاي الطريقة عن جد متل ما شفتوا هون الفول سخن وسكبته برسحون ما له فرط وما أحلان هلأ هون حطيت له بس على وجهه لأني أنا ما بحط بقلبه فلفل وكمون في ناس بيحطوا بيقلبه بلون لطحينة على أحمر لأنا خليته هيك أبيض وحطيت له على وجهه فلفل وكمون بتحبوا تزينه بالبقدونس بالرمان بالبصل الأخضر بالبنادورا وشلون بتحبوها لأنا إذا بدي زين الفول بزينه بس إنه رمان أو بقدونس بس هلأ تكسلت اطلع الحديق قطف شوية بقدونس وافرمه فقلت يلا هيك ما بيأثر بس بتلاقوا إذا الفول بخضرة كتير بيلبق معه البصل الأخضر البقدونس على وجهه هذا إنه حطيت جنبو بنادورا مخلى البصل وهيك بيكون غدانا صار جاهز وكمان كل ما بساوي فطور بهدول الصحون بتسألوني صحونك من وين وصحونك بيشبهوا صحون باب الحارة هلأ الصحون الكبار عندي إياهن من يمكن من تركيا جبتهم معاي والله يماني متذكرة بس له صغار وقت اللي رحت عالسودية كتير حبيتهم قلت إنه للفطور إنه حجمه صغير وبنفس الوقت كتير حلوين يعني بتحسون هيك للفطور عم تطلعوا هيك ما أحلى هون فجبتهم معاي من السعودية وهلأ هون مرضينا هذا اليوم وتغدينا حواضر إن شاء الله بكرة هيك في فيديو جديد وطبخة جديدة لإذن الله هلأ هون جايبيلي نابلسية قلت خليني سخنها ونتحلى فيها ونشرب قهوة معا هلأ إن صراحة كان كتير جاي على بالي اعمل كنافة فوصيتهم على كنافة ووصيتهم على أريشة جابولي إياهون وجايبيلي معاهن النابلسية فقلت لحالي اليوم مناكن النابلسية بما إنه جايبينا تازة وبكرة برجع بعمل كنافة هلأ هني تقريبا نفس الشي بس يلا واحدة بجبنين وواحدة رح أعملها بأريشة هلأ وقت اللي جابوة شفتوا لستماكننا متغدين وكانت والله سخنة وبتشهي القلب بعثنا للجارة نصيبة منهم والباقيين تركناهن هيك بالسهرة قلت منعمل معاهن قهوة ومنسخنهم هلأ هي النابلسية بتتسخن بالميكرويف بالصحن بتحطوا عشر ثواني بتسيح الجبنة وبتصير مع حلاها بس أنا ما عندي ميكرويف متل ما شفتوا بحطهم بالصحون بشغل الفرن على المروحة وبحطهم تقريبا على بينما غلط القهوة كانوا انه هيك سخنين وما أحلاهم حتى انه الكنافة لما بيبيعوكم ياهن أو النابلسية يعني بتكون بلا قطر شان هيك انه لما بدي اجي سخنها عادي يعني بتتسخن وما أحلاها ولما بتسخن بيجي بحط اللي القطر على وجهان وبتصير بتشهي القلب سبحان الله أحيانا بتلاقوا هيك التصف معاكم أكلات الحلو بتصير ورا بعضا أو مثلا الأكلات اللي تقيلة بتصير ورا بعضا مو بعرف هيك عا الصدفة راحوا يجيبوا كنافة آل اشتهوا النابلسية وشافوه انه تازة وصخنة فجايبين كيلو بتحسوا هدولي الأجواء عن جد الواحد بيحتاج ياكل حلو مو بيقولوا الحلو بيعطي طاقة للجسم وبيدفي شان هيك بتلاقونا كتير مناكل حلو بالشتة والله إبنحنا الشتة الصيف مناكل حلو بس لأ حيويات الشتة بتختلف شوي عن حلويات الصيف تطلقوا حلويات الشتة كلها مقطرة وهلأ هون مثل ما شفتوا طلعت صحون الكنافة من الفرن وحطيت لهم الأطر هلأ مو صخنين فورا بيغبوا الأطر وبيصيروا مع أحلا هون هلأ هون أهوتنا صارت جاهزة أهوتنا جماعية لازم مع الحلو نشرب أهوة وبتمنى منكم يا صبايا إذا وصلتم معي بالفيديو لهون وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكون كالفيديوهاتي وإذا كنتوا من أصدقائنا بالقناة فعب يستنى تعليقاتكم ورايكاتكم الحلوة خليلي ألكم أنا وبتمنى منكم يا صوايا ما تنسوا البابا من دعواتكم والله يا رب يجزيكم الخير وإن شاء الله يا رب ما بتشوفوا مكروه بعزيز وغالي ولهون بكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته إن شاء الله يا رب بتكونوا مبسطوا واستمتعتوا وإنتوا عب تحضروا فيديو اليوم وهلأ صار لازم أدعكم وإلكون إن شاء الله بشوفكم في فيديوهات وراتنات جديدة على خير وهدات بال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه